بداية الملك عبد العزيز التكويني لهذه البلاد كما نعلم هناك من هذه الإجراءات معارضة البعض ربما لدخول وسائل حديثة في هذه البلاد يعني دخول أيضا السيارات دخول وسائل حديثة البرقية فاستتبع ذلك أيضا ببعض المعارضين في تلك الفترات وأيضا الذين عارضوا الملك عبد العزيز وأدت بالتالي إلى المواجهة في سنة سبلا سنة سبعة وربعين وبالتالي تحييدهم في تلك الأمور نعم وكان جزء من هؤلاء لا يرون عملية التحديث لهذه البلاد ولهذا الملك عبد العزيز في أحد الرسائل المهمة التي أوردها ذلك للملك عبد العزيز يقول أيضا أنا لن أقبل أنكم تتدخلون في هذه الأشياء التي تفيد هذه البلاد مثل السيارات والبرقية وغير ذلك لأن هذه منفائدة أيضا البلاد لأن السيارات دخلت في فترة مبكرة يعني كانت أول سيارة عندنا الملك عبد العزيز في الرياض في عام 1342 قدمت السيارة وقام الملك عبد العزيز بإرسال اللي كان من دوبه القصيب يلا يغفر الله في البحرين فجابوا السيارة في الصمام في الرياض وكان واحد يقودها وكان يقال للصديق هندي الجنسية فوصلت إلى الرياض واستطاع الملك عبد العزيز دخلت في الرياض في عام 42 فبدأ الملك عبد العزيز ينتقل فيها وأيضا والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل وكانت هذه من ضمن الأشياء وكانت في تلك الفترة حتى البعض الآخر ينظر للملك عبد العزيز أنه راكب في السيارة فهذا أيضا شيء جديد وليس مقبول أن تأتي بهذه الآلة وتنتقل في السيارة فيقال من ضمن الأشياء الطريفة في الرياض أن كان الملك عبد العزيز كما ذكرنا في شارع إثميري كان الملك عبد العزيز يخرج إثميري هو أول شارع بالرياض أي أولا من أقدم الشوارع في الرياض لكنه شارع يقع على منطقة حساسة جيدة تؤدي من الدروازة أو من ناحية البوابة الشرقية تؤدي إلى القصر الحكم من الجهة الغربية فهذا الشارع هو مشهور مهم وتقع عليه قصر المصمك ويقع عليه قصر إيمان عبد الحمام في يصر وأيضا بعض المعالم الأخرى فكانت تلك المرة تشاهد الملك عبد العزيز وهو يعبر لملك عبد العزيز العادة جرت أنه إذا خرج مثلا من يومه بعد قصر الحكم عند شروق الشمس وأيضا الموظفين يكون هناك عدد موظفين لديه في البداية خمسة ستة ويملي عليهم الإملاءات وأيضا انتقال الرسائل وأيضا السهر في ذلك الملك عبد العزيز أيضا نومه قليل ومشهوره أن الملك عبد العزيز أداء عمل عجيب جدا من ناحية أعطاه الله عز وجل يعني هذه الطاقة كان هناك مثل في الرياضي يقول الملك عبد العزيز مثل طالوت عليه السلام أعطاه الله بسطة في الجسم والعقل ولهذا الملك عبد العزيز لديه طاقة كبيرة أيضا في هذه بث الإجراءات وأيضا التنظيمة الداخلية وستتبعها أيضا إلى أبنائي إلى وقتك الحاضر يمكن القلة لا يعلم أنه ربما الشخص أيضا أو الحاكم أو الأمير أو كذا يونهم خمسة ساعات لإداءة كثير من المهام التي تكون مجهولة عنها أو المشاهد لكن الملك عبد العزيز كان في أحد السيارات العابرة فقامت إمرأة بمخاطبة الملك عبد العزيز قالت يا عبد العزيز الله أكبر يا عبد العزيز والخيلة والبغالة والحمير اللي تركبوها تستغرب ركوب الملك عبد العزيز في السيارة الملك عبد العزيز توقف في السيارة قال وقفوا وقفوا ناد الحرمة قال أعادت عليه قال الملك عبد العزيز كم للآية كم للآية والخيلة والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون